السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نشرح عن الـ Contact Management وكيف ممكن الـ Agent يضيف Contact جديد وكيف عملية الاتصال بالتم لإضافة Contact جديد هلا أول شيء زي ما احنا شايفين بصفحة الـ Agent في حال الـ Agent استقبل أي اتصال رح يطلع Pupup أو إشعار تنبيه زي ما احنشوف هلأ رح نعمل اتصال زي ما احنا شوفنا هذا إشعار التنبيه لو الـ Contact مش مضيوف على الـ Call Center ما رح يطلع الاسم بس لما لو زي ما احنا شايفين باسل منصورز الاسم اللي طلع ليش؟ لأنه بـ Contact Management الاسم موجود هون مثلا لو دورنا مثلا هيك هذا الرقم اللي اتصل علي تمام فطلع عندي على الشاشة لو الرقم مش مضيوف على الـ Call Center رح نلاقي الـ Caller ID وفيه كبس اسمها Add Contact مجرد ما أكبس Add Contact كأنني انتقلت لهاي الصفحة والرقم اللي اتصل عليه رح يطلع تلقائيا هون بخانة Mobile فهي عملية أو آلية الـ Call Center بإضافة الـ Contact لو الـ Contact بضيوف عنا بالـ Call Center زي ما حنشوف هلأ كمان مرة ممكن أشوف الـ Contact Details أو رأساً أفتح تيكت للـ Contact اللي عندي وزي ما حنشوف هون الـ Contact طلع مباشرة هون بدون ما أدور عليه وطبعاً الـ Agent بيقدر يضيف الـ Contact Manual زي ما احنا شايفين هون بس بضغط على Add وبيضيف البيانات وممكن طبعاً زي ما احنا شايفين لو أنا عندي البدالة مثلاً لثلاث شركات والـ Call Center موحد لهم كلهم ممكن أنا أضيف الاسم وأختار مثلاً هذا الـ Customer بندرج تحت اسم أي شركة من شركات الثلاث مثلاً مثلاً زونة الغالب سيب مثلاً ممكن أضيف أي اسم Test ساعتها بقدر أعمل Categorize للـ Contact تبعي طبعاً أنا بالـ Contact طبعاً ممكن أدورها بالـ Search على الاسم أو الرقم يعني مثلاً هيك مثلاً لو الرقم موجود أو لا زي ما احنا شايفين هون وممكن أعمل Edit وأشوف أو أشوف بياناته كاملة وهيك منكون شرحنا بهذا الفيديو الـ Contact Management وكيف الـ Agent ممكن يضيف Contact جديد بزونة الـ Call Center شكراً شكراً